تدريبات سلاح التلميز على المفهوم الثاني وصف وقياس المد رقم واحد ضع علامة صح او خطأ امام العبارات التالي واحد تستخدم مسترم مدرجة وشريط القياس لقياس كلة المد عبارة خطأ القياس مين؟ الطول وليس الكتلة طف والغوص في الماء من الخواص الفيزيائية المادة خواص الفيزيائية التوصيل هو قدرة المادة على نقل الحرارة الى مادة اخرى نقل الحرارة وكمان ايه؟ الكهرباء قابلية المادة للصدق من الخصائص الكيميائية المادة وكمان ايه؟ الاحتراق خمسة يمكن التمييز بين الحديد والنحاس من خلال الطعم عبارة خطأ خلال مين؟ اللون وليس الطعم ستة كتلة مجبك الورق المعدني تكون حوالي واحد جرام عبارة صحيحة سامعة يمكن التمييز بين المواد عن طريق دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل مد عبارة صحيحة ثمانية يمكن قياس طول صندوق على شكل مستطيل بالليتر عبارة خطأ باستخدام شريط القياس والليس اللتر اللتر ده واحد القياس من الحاجم تسعة يفضل استخدام الهليوم في الباليونات لأنه أثقل من الهواء عبارة خطأ لأنه أخف من الهواء فيرتفع إلى أعلى عشرة درجة الحرارة هي من قياس لمدى سرعة حركة الجزيمات المكونة لمدى عبارة صحيحة اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد أي من أدوات القياس التالية تستخدم في قياس درجة حرارة كوب الكهوة الساخن الترمومتر الميزان المخبار المدرج المسترى المسترى الطول المخبار المدرج لقياس الحجم الميزان لقياس الكتلة قياس درجة الحرارة يستخدم من قياس الحرارة أو الترمومتر رقم واحدة اثنين مقدار ما يحتويه الجسم من مادة هو الحجم المادة الكسافة الكتلة صح الكتلة الماء لذلك ايه يطفو فوق سطح الماء اربعة نستخدم نقطة لتوصيل الكهرباء الخشب رضي التوصيل او عازل النحاس صح النحاس لانه جاي التوصيل للكهرباء والزجاج والبلاستيك طبعا ايه عازل او رضي التوصيل للكهرباء خمس يمكن تنييز بين الخل والعطر من خلال اللون الشكل الرائحة درجة السلبة صح الرائح ليه لانه مختلفين في الرائح ستة يمكن قياس حجم زجاج العصير بوحدة اللتر الكيلو جرام السنتيمتر مربع الجرام الجرام وحدة قياس الكوتلة السنتيمتر مربع ده وحدة قياس النساحة الكيلو جرام وحدة قياس الكوتل اللتر يبقى رقم ايه؟ رقم قال سبعة يستخدم نقطة في صناعة مقابد اوين الطهية حيث انه لا يوصل للحرارة النحاس يوصل الحديد ايضا يوصل والالومونيوم يوصل برف يبقى جيم البلاستيك انه لا يوصل نستخدم نقطة لقياس كوتلة الكتاب مكياس الحرارة اللي هو درع متر لفيدقول درجة الحرارة الميزان لقياس mould وعلى القياس كياس الحجم ومالمسترها الطول تاسعة يمكنه لقياس طول الكتاب بي الميزان لقياس كاتلة وعلى القياس الحجم المسترها لقياس الطول عشرة كل ميالي يستخدم للتمييز بين المواد من حيث الخصائص الفيزيائية ما عدا اللون الشكل الملمس ده كل خواص الفيزيائية الكابلية لإيه للإشتعال برقم إيه دا لا ثلاثة أكمل ما يأتي رقم واحد ملمس الكماش يعتبر من الخصائص نقط المد الفيزيائية الكيميائية صح الفيزيائية اثنين انجزاب المواد للمغناطيس من الخصائص نقط المد أيضا الفيزيائية ثلاثة من أمثلة المواد التي تنجزب للمغناطيس صح الحديث اربعة يمكن ملاحظة الخصائص نقط المد عند تعرضها للصدق الكيميائية خمسة الأذاء التي تستخدم لقياس كتل كمية من الطماطم هي صح الميزان طب واحدة لقياس يبقى كل وجراء ستة يمكن قياس حجم كمية من الماء باستخدام نقط الحجم عن طريق مين؟ وعاء القياس او مين؟ المخبار المدرر سبعة يمكن التمييز بين البرتقالة والموز من خلال اللون والشكل ثمانية قابلية الورق للاحتراق يعتبر من خصائص نقط المد صح الخصائص الكيميائية وهنا الخصائص الكيميائية مثل احتراق المواد وصدق تسعة كتلة كيلو من الخيار تساوي نقط جرام الكيلو في كم جرام؟ صح ألف جرام عشر يستخدم نقط في صناعة الأحذية الرياضية لمرنته صح المطاط أربعة صل العمود ألف مع ما يناسبه من العمود باق ركام واحد الخصائص الفيزيئية براف من أمثلتها لون وشكل المادة يبقى واحد مع باق يبدو ركام واحد اتنين التوصيل قدرة المادة على نقل الكهرباء يبقى جين يبقى اتنين مع جين اتنين ركام واحد الكتلة تقاس بواحدة الكيلو جرام يبقى واحد مع باق اتنين الحجم يقاس بواحدة اللتر يبقى اتنين مع ألف طيب أمثل السنتيمتر ده مين؟ ده الطول يبقى الطول واحدة مين؟ السنتيمتر تلاتة واحد الهليوم براف يستخدم في نفخ البالوناء يبقى واحد مع باق ليه؟ لان كسافته عقل من كسافة الهواء يرتفع إلى أعلى اتنين انا حاس براف يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربية يبقى اتنين مع ألف طيب يستخدم في صناعة النفل الزجاجية مين؟ مين؟ براف الزجاج خمسة أجب عن الأسئلة التالية واحدة أكمل الجدول التالي بأدوات وحدات القياس المناسبة طول أبعاد الغرفة ايه الأداة المناسبة؟ براف شريط القياس وحدة القياس السنتيمتر كتلة كيلو من الفراولة الميزاية طب واحدة القياس هنا ايه؟ براف الكيلو جرام يبقى كاف جيميم يعني كيلو جرام حجم المكعب من الخشب الأداة المسترة طب هيا الحجم وعشان ده جسم منتظم الشكل هنستخدم مين؟ المسترة لو كان مثل حاصة أو حجر يبقى نستخدم مين؟ مين؟ هنستخدم وعاية القياس أو المخبار المدر طيب واحدة القياس هنا ايه؟ السنتيمتر المكعب سين ميم وستلاتة مين؟ اختر من بنك الكلمات المادة التي يمكن استخدامها في كل مما يقلق رقم ألف المصابح الكهربية المادة الزجاج المادة الزجاج رقم واحد بقى البالونات غاز الهيليوم لأن كسافته أقل من كسافة الهواية فيرتفع إلى أعلى يبقى الهيليوم الطائرات الحديد ليه؟ المتانتو يبقى الحديد إطارات السيارات المطاط سبب المرون ثلاثة انظر إلى الأدوات الأتية ثم أجب ألف الأداة رقم نقط تستخدم لكياس كتلة كيلو جرام من التفايح الميزاية يبقى رقم اثنين بقى يمكن كياس حجم كمية من المياه الغازية باستخدام الأداة رقم صح رقم أربعة اللي هو مخبار ايه؟ المدرك جيم أرادت هبة قياس طول الباب يمكنها استخدام الأداة رقم واح شروط القياس دال لقياس عرض المستطيل في مسألة رياضية يمكن استخدام الأداة رقم ثلاثة المسترة ستة أجب عن الأسئلة التالية واح ذهبت ردينة لشراء بعض أواني الطاهي فاختارت الأواني التي بها يد بلاستيكية ما سبب ذلك؟ لأن البلاستيك غير موصل للحرارة غير موصل عن ايه؟ يعني سميها رضية التوصيل للحرارة اثنين ما نوع الخاصية التي تعبر عن قابلية الخشب للاحتراك براف الخاصية الكيميائية؟ ثلاثة استخدام الخصائص الفيزيائية القاتية للتمييز بين المواد الموجودة بالجدول الفضة والذهب هل ميز بما عن طريق مين؟ صح عن طريق اللوغ لأن لون الفضة يختلف عن لون الذهب المطاط والحديد صح عن طريق السلابة الكحول والعطر عن طريق الرأح الاختبار الأول ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات القاتية الطفو أو الغوص من الخصائص الكيميائية التي تميز المد عبارة خطأ خصائص ايه؟ الفيزيائي اثنين الحيز الذي يشغله الطفل عند جلوسه على الكرسي يعبر عن حجم الطفل عبارة صحيح قلنا الحجم يعني ايه؟ الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ ثلاثة لون دهان الحائل من الخصائص الكيميائية الخصائص الفيزيائية والكيميائية عبارة خطأ أربعة يفضل استخدام الهليوم عن الهواء في البالونات لأنه سائل مفيد عبارة خطأ لأنه ايه؟ أقل كسافة من الهواء فيرتفع إلى أعلى اثنين تخير الإجابة الصحيحة من ميالي واحد يستخدم نقط في صنع الأسلاك الكهربية الزجاج ده غير موصل النحاس موصل للكهرباء يبقى راك هنبان أيضا البلاستيك والورق غير موصل لإيه؟ للكهرباء اثنين كل المميالي من وحدات قياس حجم المواد ما عدا اللتر ده وحدة قياس الحجم السنتيمتر مكعب وحدة قياس الحجم والمليلتر أيضا ايه؟ ده وحدة قياس الحجم الكيلو جرام براف واحدة قياس مين؟ الكوتلة يبقى رقم دي ثلاثة مقدار ما يحتويه الجسم المادة الكوتلة صح رقم ألف الحجم الحيز الذي يشغله الجسم من فراغ المادة كل ما لها كوتلة وحجم أو كل ما لها كوتلة ويشغل حيز منها فراغ التوصيل قدرة المادة على نقل الحرارة والكهرباء ثلاثة أكمل الجملة التالية واحد يمكن قياس أبعاد غرفتك باستخدام نقاط الأبعاد يعني الطول يعني لو الارتفاع والعرض يبستدام مين؟ شريط الكياس شريط الكياس اثنين يمكن ملاحظة وقياس الخواص نقاط للمادة إذا تغيرت طبيعته الخواص الكيميائي صح ثلاثة طعم السكر حلو من الخصائص برافق الفيزيائي ثلاثة أربعة صير من العمود با ما يناسب ما في العمود ألف واحد الكوتلة يستخدم الميزان لكياسها يبقى واحد مع ألف ثلاثة واحد كي تراها بسهولة فاستخدمت الزجاج لأنه يتميز بخاصية فيزيائية معينة حددها برافق أنه يكون ايه؟ شفاف شفاف يعني ايه؟ يعني يسمح بنفاذ الضوء ويمكن رؤية الأشياء خلفه بوضوح اثنين أرادت مي شراء خاتم لها فتم تعيين كوتلاته بأداة معينة اذكرها الميزان وميزان هو يعمى ميزان حساس يعمى ميزان رقمي حساس أيضا ستة حدد الخاصية الفيزيائية التي يمكن استخدامها للتفرق بين كل من العطر والخل صحة عن طريق الرأحة الحديد والمطاط درجة الصلابة اختبار الثاني واحد ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الأتية واحد تعرض قطعة من الحديد للصدق من الخصاص الكيميائي إبارة صحة اثنين يمكن استخدام الخشب في صناعة الأسلاك الكهربية إبارة خطأ لأنه غير موصل للكهرباء ثلاثة من وحدات قياس الحاجم اللتر صحة اربعة يمكن وصف إحدى الخصائص الفيزيائية لقطعة من الحديد عند اختبار قدرتها على الطفو أو الغوص في ألماء إبارة صحة اثنين اختر الإجابة الصحيح واحد الأداة التي تستخدم لتعيين كتل الطفل صغير هي المسطرة لقياس الطول الترومتر لقياس الحرارة الميزان لقياس الكتلة يبقى رقم جيمة اثنين كل ما يلي يستخدم لمعارفة الخصائص الفيزيائية المادة ما عدا اللون الشكل القابلية الاشتعال درجة السلبة اللون والشكل ودرجة السلبة خواص الفيزيائي ما عدا مين القابلية الاشتعال لأنها خواص كيميائية ثلاثة يمكن قياس طول الباب بوحدة السنتيمتر السنتيمتر بوحدة القياس الطول الكيلوجرام واحدة القياس الكتلة الجرام واحدة القياس الكتلة اللتر واحدة القياس مين الحجم يبقى السنتيمتر رقم ألف ثلاثة أكمل الجملة التالية واحد يمكننا التمييز بين السكر والملح من خلال شحق الطعم طعم السكر يختلف عن طعم الملح اثنين المقدار ما تحتويه شنطة بها كيلو موز يعبر عن نقطة الموز كتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مد ثلاثة قابلية عود ثقاب الاحتراق من أمسية الخصائص الكيميائية صح أربعة صل عمود ألف بما يناسبه من عمود با واحد الحجم أفراغ الذي يشغله الجسم يبقى واحد مع جيمة اثنين مكياس الحرارة لوترومتر يقيس درجة حرارة المواد يبقى اثنين مع باق خمس أجب عن الأسئلة التالية واحد حدد نوع الخاصية فيزيائية ام كيميائية ألف الملمس الخشن للصوف صح فيزيائية باق قابلية سلك تنظيف الأواني للصدق كيميائية جيم صلبة الحديد فيزيائية اثنين شعرت ليلة بالتعب فاستخدم الطبيب أداة لقياس درجة حارتها ما اسم هذه الأداة؟ مكياس الحرارة أو الترمومتر ست يفضل استخدام الهليوم في البالونات بدلا من الهواء لتميزه بخصائص معينة حددها أول شيء أنه غير سام وأخف من الهواء يعني كسفته أقل من الهواء في الاتفاق إلى أعلى وغير قابل للإشتاعات اختبارات التركومية صفحة 218 اختبار الأول واحد ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الأتية واحد قابلية الخشب لاحتراق يعتبر من الخصائص الفيزيائية له عبارة خطأ خصائص ايه؟ الكيميائية وليس ايه؟ الفيزيائية اتنين المادة السائلة يتغير شكلها على حسب الإناء الموضوع فيه عبارة صحيحة المادة السائلة حجمها محدد لكن شكلها يأخذ شكل الإناء الذي تضع فيه ثلاث كتلة كيلو جرام من السكر تساوي ألف جرام عبارة صحيحة اربعة اي شيء حولنا له كتلة وحجم يعتبر مادة عبارة صحيحة اتنين اختر الإجابة صحيحة من ميالي واحد أي ميالي من المواد التي تكون جسيمتها حرة الحركة حرة الحركة هي المادة الغازية سوف نرى مين الغاز الأكسجين صح غاز الأكسجين الماء ده سائل والكتاب صلب العصير أيضا سائل يعني غاز مين؟ الأكسجين اتنين جميع المواد تتكون من مجموعة من الكربوهيدرات الخلايا الجسيمات العضلات صح الجسيمات رقم جي ثلاث أي من هذه المواد نستطيع صناعة النظارات منه الزجاج الهليوم الخشب النحاس صح الزجاج لأنه شفاف ثلاث أكمل الجملة التالية واحد يستخدم نقطة في صناعة الأسلاك الكهربية حيث أنه يوصل للكهربائي صح أتنين اللون والشكل من خصائص نقطة المادة الفيزيائية ثلاثة من أمسة المواد الصلبة زي مين؟ الحديد والخشب والبلاستيك الزجاج أربعة صد من العمود با ما يناسب ما في العمود ألف واحد الكتلة المقدار ما يحتويه الجسم المادة يبقى واحد مع باق من واحد ثلاثة المادة كل شيء لها كوتلة ويشغل حيزا من الفراغ يبقى ثلاثة ثلاثة خمسة أجب عن الأسئلة الأتية واحد يفضل استخدام النحاس عن الحديد في صناعة الأسلاك الكهربائية حيث أنه يتميز بخاصية أخرى غير كدرته على التوصيل للكهربائي حدد هذه الخاصية طبعا مارن ما يكون مارن الحديد يكون أكثر صلابة أكثر متانة لكن يجب أن يكون مارن وبالتالي يمكن تشكيله إلى أسلاك ويمكن تشكيله إلى أسلاك ثانين صنفع المواد الأتية إلى صلبة سائلة غازية الكحول تسائل علبة صلب الكهسجين غازية شوكة صلب خل هليم غازية ثت سعدى بخار الماء الساخر على المرأة فتحول إلى كطرات من الماء حدد المواد الموجودة في العبارة ثم اسكر حدثها. طيب. اول شيء بخار الماء. بخار الماء ده حالة ايه? حالة غازية. يبقى بخار الماء. حالة غازية. طيب. المرآة. ده حالة صلبة. فتحولة الى قطرات من الماء. الماء ده حالة سائلة. الاحتبار الثاني. واحد. ضم على متصح او خطأ امام العبارات الاتين. واحد. يمكن استخدام القابلية الاشتعاية. وقابلية الصدق. بتعرف الخصائص الكيميائية المادة. عبارة صحيحة. اثنين. نستخدم معاقل قياس لقياس كتلة بعض الخضروات. عبارة خطأ. وعاقل قياس لقياس الحجم. اما الكتلة يستخدم ايه? الميزاية. تلات. كل ما لها كتلة. ويشغل حيزة من فراغ يسمى مادة. عبارة صحيحة. اربعة. تتكون المادة من جسامات متنهة الصغر. عبارة صحيحة. اثنين. اختر الإجابة صحيحة. رقم واحد. جميع ميالي من وحدات كياس حجم المواد. ما عادة. الملي لتر. ده واحدة الكياس الحاجي. السنتيمتر المكعب. ايضاً واحدة الكياس الحاجي. الجرام. ده واحدة الكياس من الكتل. عبارة رقم جي. اثنين. جسامات المادة نقطة متمسكة وقريبة من بعضها. ولها شكل محد. طبعاً المادة ان هي الصلب. عبارة رقم الف. ثلاثة. اكمل الجمال التالية. واحد. المادة نقطة تتحرك جساماتها بسرعة كبيرة في جميع الاتجهات. المادة ايه؟ صح. انغازية. اثنين. تعتبر نقطة نسخة مشابهة تماماً للشيء الحقيقي الذي تمثله. النماذي. ثلاثة. توجد المادة في نقطة حالات مختلفة. ثلاث حالات مختلفة. أربعة. صلم ما في العمود ألف بما يناسبه من العمود باية. واحد. التوصيل. صح. رقم باية. قدرة المادة على ناكل حرارة او كهرباء. اثنين. الميزان. يستخدم لتقدير كتلة كمية من الفكهة. يبقى رقم ألف. يبقى اثنين ما عرف. خمس. أجب عن الأسئلة التالية. واحد. يستخدم مطاط في صناعة إطارات السيرات. لأنه يتميز بالمرونة. هل المرونة من خصائص الفيزيائية أم الكيميائية؟ صح. خصائص الفيزيائية. نين. لا نرى الهواء الموجود حولنا. ولكن يمكن ملاحظته من خلال أشياء حولنا. ما هي الأدلة على موجود هواء حولنا؟ يختفي بدليل واحد. حركة. أوراق. الشجر. ستة. ما هي الخاصية الفيزيائية التي تمكنها من التفريق بين الخل والماء؟ سأحنا عن طريق مين؟ الرائحة. الخل له رائح. الماء عدم اللون والطعم والرائح. يعني ليس له رائح. على صف teire.